شهدين الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان السياسي والعراقي المستقل سيد لطيف الربيع أهلا بكم أستاذ لطيف بداية واشنطن تشترط نزع سلاح الميليشيات مقابل استثناء العراق من العقوبات ضد إيران كيف ترى موقف قادة الميليشيات في هذا الصدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أهلا بكم بداية نحن نرقبنا ونرقب العملية السياسية هذه مسألة مهمة وثابتة مسألة العقوبات الأمريكية على إيران صراحة ممكن تثميتها بلعبة القطب الفار بين إدارة ترامب والقيادة الإيرانية بالتالي قادة الميليشيات يأتمرون من خلالكم ومن خلال قادة الحرف الثوري وليس لهم علاقة البتة بأي ترتيبات ميدانية تسليحية على الأرض العراق ليست لهم علاقة بالحكومة العراقية هم يتلقوا أمرهم من خلال قادتهم من خلال سليماني ومن خلال ما يمثله هو المهندس وغيرها بالتالي هذه صراحة لعبة طرد العقوبات على إيران لعبة سمجة وغير مقنعة الكل رفض هذه العقوبات الكل مع ترتيبات معينة لفسهيل توفير النقل الإيراني للسوق العالمية كل هذه الأمور صراحة تحضرنا الحصار على عراقنا وعلى شعبنا الكل حتى الجيران ساهم بشكل مباشر وباغط بتنفيذ العقوبات سيد لطيف إلا سمحت لي هل تعتقد أن إيران يمكن أن ترضخ للشرط الأمريكي بترك ميليشياتها تترك السلاح وتتجرد منه وتفرط ربما بفرصة فرصة السيطرة أكثر على الواقع العراقي الآن بالتأكيد هو سياسة برغماتية والتالي لا يهم أن تضحي بأي رأس من رؤوس خلال رغا من رؤوس العقينة بالنسبة للساحة الشعية العراقية ورؤوس غالية بالنسبة لترتيبات وتنفيذ أجندة إيران الخبيثة في العراق بالتالي بالإمكان أن تنحى إيران أو طهران أو القادة في الحارس التوري الذي يسيطرون سيطرة كاملة على قرارات في الميليشيات والحجد في العراق بأي إتجاه سواء بتضحية رؤوس معينة سواء بتركيبات وتكتيكات سياسية بتمرير بعض القرارات التي لا تؤذي برامجها في العراق نهائيا بالتالي هذه صراحة يعني خلامية هذه يعني هذه العقوبات المتحدة سيد لطيف حتى بتقدير المراقبين الدوليين صراحة إذا سمحتني ما الفرق بين هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الآن وما بين والعقوبات التي فرضت في فترة أوباما كذلك إيران تنعمت بخيرات العراق بشكل أو بآخر إن كانت بطرق مباشرة أو غير مباشرة عن طريق تهريب أموال أو غيرها من المساعدات التي قدمتها حكومة المالكي آنذاك ما الاختلاف الآن؟ يا سيد الكريم لا يجد اختلاف ألبطة هناك ترتيبات معينة وإجراءات تبدو للبعض أنها قاسية وشديدة وكنا نتوقع من ترامب أنه يرتكب إجراءات ولكن حتى هذه اللحظة يحاول جهد الإمثال أن يبحث في الأوراق الممكنة فتحيد النص الإيراني للأسواق وتخريب حدة ما يسمى بالحصار الأميرسي على العراق والساحة العراقية مهيئة تماما من خلال ميدي الشياطة من خلال أدواتها من خلال الحكومة أن تكون ساحة مفتوحة لإنهاء ما يسمى بالعقوبات على العراق بأي شكل من الإشكال سواء ربكت أميرسيا لهذه لرغبات الحكومة العراقية لأن الحدود موجودة والميليشيات موجودة وقوة التلاح موجودة حتى الرئاسة صراحة هي متورقة إلى ظنه وهي جزء من العملية السياسية القميئة وهي نهاية لا تمثل الشعب العراقي ولا تمثل مصالحها العراقية العلية ولا تمثل ما يمثل إلى العراق بأي صلة سواء سياسيا اقتصاديا اجتماعيا هي رهن إشارة كل الميليشيات في العراق وبالتالي صلاح الميليشيات في العراق هو الذي يسيطر وهو الذي ينفذ وهو الذي سيملي على الساحة العراقية ما يمكن إملاءه مثل عدم تنفيذ هذه العقوبات بأي شكل من الإشكال ولكن التحليل للواقع العراقي الآن والمتغيرات في المنطقة بشكل عام تقول بأنه ربما الولايات المتحدة بدأت بفقد السيطرة بشكل أو بآخر على إيران بعد توسعها في اليمن بعد توسعها في سوريا في العراق وفي لبنان طبعا الموضوع قديم هل تعتقد أن الولايات المتحدة ربما الآن تدخل في طريق الجد مع إيران إلى حد ما من أجل تحجيمها إلى الحجم الذي كانت تسيطر عليه الولايات المتحدة في السابق؟ في مسألة مهمة جدا على الساحة الدولية هناك إيرباك فيها كبير جدا سواء العلاقات الأوروبية الأمريكية أو العلاقات الأمريكية في المنطقة أو العلاقات الأمريكية مع الساحة السوفيتي من خلال الساحة السورية بالتالي هي صراحة الإدارة الأمريكية مبغوطة وقد يعني قد وهذا تحت أسطر كثيرة جدا أنه ينحى الرئيس الأمريكي لخطوة معينة قد تكون يعني مؤذية أو ضاقتة خلل نسميه وليست مؤذية على القيادة الإيرانية يعني خاصة حتى القيادة السعودية الآن تفكر بتخريض منتوجها النقصي للتأثير على عدم جدية العقوبات الأمريكية على إيران من خلال خاصة من النقص الإيراني وبالتالي الدولة الكبرى الكبيرة جدا والتي تستحوذ على حصة النقص الإيرانية في السوق الدولية هي الآن مكتاحة والنقص الإيراني يعني مستمر ويتدفع بالتالي ليست هناك يعني والآن هو الشيطما ترامب والإدارة الأمريكية هي صراحة في إرباك سياسي وفي دائرة محصورة من خلال فتح جبهات كبيرة جدا من خلال ترامب والحكومات الأوروبية والحكومات الأوسطية وسحات الصراح والتي تتسيت فيها صراحة إيران لأن لا زالك ولا زالك تستسيت فيها على سحات كبيرة جدا ومن يقول غير ذلك فهو على خطأ وعليه أن يقول الأمور بحقائقها وبأسمائها الحقيقية بالتالي على أميركي إذا أرادت فعلا أن تكون باستحاد من الأذرع الإيرانية التحاك العربية عليها أن تنحو منح حقيقي منح حتى تسليحي أو عسكري أو ضربة عسكرية محددة لكن لحد الآن هذه المسألة غير واقعة لدى أجند الإدارة الأمريكية من خلال التوجهات من خلال المتاوضات من خلال المحادثات ما بين الرئيس السوفيتي ما بين الرئيس السوري ما بين الرئيس يعني كل هل طيب سيد لطيف سيد لطيف إذا عدنا يعني جدية الأجندة الإيرانية المنطقة نهائية إذا عدنا إلى الحكومة في بغداد حكومة حيدر العبادي قيل عنها وإن كانت من حزب الدعوة وإن كان حزب الدعوة تاريخه مع إيران طوال الخطوة لكن قيل أن حيدر العبادي كان يميل للولايات المتحدة أو يتأثر بضغوطاتها لكن ما الذي قد يتغير الآن في الحكومة عدل عبد المهدي ما الجديد الذي قد يحدث الآن هل يمكن للولايات المتحدة أن تضغط عليه في سبيل تطبيق إن كان طبعا هذا الموضوع أن نتحدث إن كان هناك جدية في تطبيق العقوبات على إيران هل يمكن الضغط على حكومة عادل عبد المهدي من أجل تمرير العقوبات الأمريكية على إيران؟ في الميزان السياسي حكومة عادل عبد المهدي من أبعث الحكومات بغض النظر عن رفضنا لهذه الحكومات المسكة ضعيفة جدا هذه الشخصية تحاول أن تكون تمسك العطر من الوسط وهذا لن يتوح لها ذلك من خلال القادة الإيرانيين والنفوذ الإيراني في داخل العراق ويحاول جاهدا أن يبع الرجل مع الولايات المتحدة وهذا لن يحدث لأنه الأجندة الإيرانية ضاقفة بشكل حقيقي من خلال تمسك بالميليشيات وتلاح الميليشيات ولن تنزى هذه المسألة قد تطيح برؤوس معينة ولكن لن ينزع سلاح الميليشيات على الإطلاق وبالتالي موقف عادل مهدي ضعيف جدا ووزارته ضعيف جدا وبالتالي هذا ما يقوم به الرئيس الموجود الحالي يقوم في زيارات خارجية في حين الحكومة لم تشكل بعد وهذه طامة كبرى وهذا عيد في هبة الدولة العراقية على الأقل الرئيس العراقي لما ينتخب لما يكون الرئيس جديد هناك برقيات تهنية هناك برقيات تأييد تآذر من كل الدول الخاصة على الأقل من الدول الجوار وهذا لن يحبط وتلك من المعيب جدا من المعيب جدا على الرئيس العراقية أن تقوم بهذا المنحة وأن تقوم بزيارات وحتى هذه اللحظة لن تكمل يعني 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 تشكيلة الوزارية وهذا كل هذا ضعف وضعف أوراق يعني ضعف الأوراق السياسية لبغداد وضحت الفكرة سيد لطيف الربيعي السياسي والعراقي والمستقل كنت معنا عبر الهتف من عمى شكرا جزيلا لك